بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله استكمالاً للأمثلة المختلفة لعملية حساب الريتوفرتين باستخدام الانكريمينتال كاش فلو دايجرام بنقول والله لو أنا عندي إكزامبل بهذا الشكل التدفق النقدي بتاع بي واحد بهذا الشكل انيشن انفيست من 3000 ثم في التدفق في السنة الأولى 1350 ثم 1800 ثم 1500 لو حسبت الانترن الريتوفرتين للمشروع بي واحد لحاله يطلع 25% لو حسبت التدفق المشروع الانترن الريتوفرتين للمشروع بي ديج 17. لأول وهلة هتقول والله مفروض البي 2 أفضل من البي واحد لأن الانترن الريتوفرتين بتاعه أعلى ممكن يتفق معاك حساب الانكريمينتال وممكن يختلف لأن الانيشل انفستمنت بتأثر لو جبت البي ناقص اي بدا ناقص 16000 ناقص ناقص تاقي التلاف يبقى ناقص ناقص بقى تزائد بقى 9000 4200 ناقص الكلام ده يطلع كلام ده 625 ناقص ده يطلع كلام ده بحسب الانترن الريتوفرتين بتاع البي ناقص الاي 5500 اعلى من المينموماتراكت في ريتوفرتين في الحالة ديت الانترن الريتوفرتين بتاع بي 2 اللي هو اكبر مع 10% يبقى باختار بي 2 اللي عندي رغم ان بي 2 الانترن الريتوفرتين اللي حاله 17.43 لكن الانترن الريتوفرتين اللي بي 1 صلى 25 يبقى لازم ناخد بالنا ان قد يكون مضللا ان انا احسب الريتوفرتين لكل مشروع على حدة واختار المشروع الاعلى ريتوفرتين لازم اعمل ما يسمى بي الانكريمنتل ريتوفرتين اجزامبل اخر التدفق نقدي بهذا الشكل بين دي 1 و دي 2 و دي 3 ابدأ انا بعمل باقي مقارنة ما بين كل 2 على حدة وابدأ استبعد واحد من المنافسة يبقى استيب واحد examine the internal rate of return for each project to eliminate any project that fail بحسب كل واحد على حدة اللي استبعاد اللي اقل من المنمام التركative rate of return لكن الاستيب التانية compare d1 by d2 تشك ان ده اعلى من المنمام التركative rate of return وده اعلى وده اعلى ابدأ ارتب d1 مع d2 واحسب الانترنة ريتوفرتين بتاع d1 ناقص d2 اللي ما خدتش d2 ناقص d1 لانك انت بترتبهم ده اللي هو صاحب اعلى initial cost وده اقل initial cost يبقى انا بقول ايه والله d2 عمود و d1 عمود والعمود الثاني d1 ناقص d2 لان برتبهم ترتيبا تصاعديا حسب الانترنة ريتوفرتين اللي عن select d1 become the current best بعد كده هوت لما انا بعمل الانترنة ريتوفرتين بتاع d1 ناقص d2 طلع اعلى من المنمام التركative rate of return في الحالة دية يبقى في الحالة دية اقول d2 d1 افضل من d2 d1 افضل من d2 يبقى هيصبح اللي هينسحب d2 و d1 هي اللي هتخش منافس ل d3 بعد كده هبدأ اعمل جدول واقول والله من اقلهم تكلفة d1 2000 يبقى بحط d1 وحط d3 وبعد اقول d3 minus d1 واجيب الانترنة ريتوفرتين بتاع d3 ناقص d1 يطلع ثمانية اقل من 15 في الحالة دية اقول d3 d1 افضل من d3 select d1 يبقى بستبعد d2 واستبعد d3 رغم انه كان واضح جدا انه انت بتعمل الانترنة ريتوفرتين individual اللي حاله كان طلع d42 في المية يبقى ده ناتج مضلل للاختيار يبقى d1 is the best alternative يا مهندس المارجنال اتراكتيف ريتوفرتين او مينمم اتراكتيف ريتوفرتين the lowest acceptable limit for internal ريتوفرتين لان ده بيسموه سعر الفايدة اللي يمكن اكتسابه في السوق بدون مخاطرة هو ده المارجنال او المينمم اتراكتيف ريتوفرتين should be اكبر من اي ريتوفرتين انت بتحسبه لديفندر لازم يبقى اعلى من المار المار الاندر can be internet of retail of best alternative investment possibilities or land interest of the most expensive land problems problems with uneven lifetime في حالة لما الطايم ماكنش متساوي بنعمل زي ما قلنا least common multiple اللي هو المضاعف المشترك الاصر determine life span planning horizon for each investment alternative if uneven use the shortest lifetime in comparison estimate salvage value for other alternative at the end of t minimum and add to the cash flow زي ما شوفنا كلام ده في حساب present words في حالة اختلاف العمر بتاع المشاريع المختلفة incremental method for comparison net present value measure select highest net present value annual word the same buy back period not applicable لايش مطبقة ال pay back period في حالة اهمال سعر الفايدة لكن في حالة دخول سعر الفايدة اللي عندك ممكن نخذها معنا في الحساب بس طبعا لها بعض العيوب زي ما قلنا مثلا إحمال التدفق النقدي اللي بعد فترة الاسترداد داعي مهم جدا internal rate of return and benefit cost measure using incremental method calculate the difference determine if internal rate of return بتاع different أعلى من minimum attractive rate of return وأيضا determine لو best cost difference أكبر من الواحد أقبل هذا المشروع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله